الحقيقة هناك مثال أبهرني هو اكتشاف علمي اعتبر من أعظم الاكتشافات الكونية في القرن الحادي والعشرين وسمي بأمواج الجاذبية قبل تقريبا ثلاث سنوات أو 2014 هذا الاكتشاف الحقيقة غير نظرة العلماء للكون وجدوا أن الكون فيه خاصية خاصية الأمواج التي لا تشبه الأمواج التي نعرفها الكون عندما تشكل كان نقطة صغيرة ثم توسعت بشكل مفاجئ وفي القوانين منظمة تسمي التضخم المفاجئ ونتيجة هذا التضخم وتشكل هذه الأجرام وهذه المجرات والذرات وغير ذلك أصدر الكون موجات جاذبية شكلها يشبه شكل الرمال عندما تضربه مياه يعني شاطئ البحر عندما تضربه الماء تتشكل أمواج مجعدة تسمى باللغة الإنجليزية ريبلز هذه الأمواج هي التي وجدت في بداية الكون وموجودة حتى الآن إذن هي صفة مميزة للسماء رصدت بأجهزة دقيقة جدا وقام بها عدة جامعات أمريكا وكندا وبريطان يعني ليس فريق عمل واحد الإمام القرطبي فسر كلمة في القرآن والسماء ذات الحبق كيف فسرها؟ قال الحبق هي الأمواج التي تتشكل على شاطئ البحر عندما تضربه المياه في تفسير القرطبي هذا الكلام موجود من أكثر من ألف سنة الآن انظر معي هذا هو الكون هذه كلها مجرات هذه النقاط عبارة عن مجرات كل مجرة فيها أكثر من مئة ألف مليون نجم فعندما بحث العلماء عبر هذا الكون واستخدموا هذه الأجهزة الدقيقة وجدوا هذه الأمواج وشبهوها هذا فيلم من إنتاج موقع مجلة الطبيعة الأمريكي هم من صنعوا هذا وليس أنا انظر هذا شكل الأمواج انظر قالوا إذا أردت أن تفهم طبيعة هذه الأمواج عليك أن تنظر إلى شاطئ البحر وكيف ترتسم هذه الأمواج أنا صعقت عندما فتحت تفسير القرطبي والطبري أيضا وجدت أن هذا التفسير أكثر من ألف ومئة سنة معروف وبالتالي فإن هذا التفسير كان معروفا حتى زمن النبي عليه الصلاة والسلام كلمة الحبق معروفة المعنى الدقيق لها هو هذا وبالتالي فإن تركيبة الآية انظر والسماء ذات الحبق ذات يعني إحدى الخصائص المهمة جدا للسماء هي ذات الحبق والله عندما أقسم بهذه الظاهرة ظاهرة أمواج الحبق إنما يعني أقسم بها لأنها شيء عظيم إذا دخلت إلى مواقع الإنترنت يقولون لك من أعظم الاكتشافات العلمية في القرن الحادي والعشر هذه الأمواج تأمل يعني سبحان الله يقف الإنسان مجدوها عجيبا العلمية التي ترد على كل من يقول نحن لسنا بحاجة للإعجاز إذن ماذا نفعل؟ عندما أجد أنا كإنسان مؤمن عندما أجد آية قرآنية تطابق تماما اكتشاف علمي قبل سنوات قليلة فقط كيف لا أقول على الأقل سبحان الله لذلك رب العالمين قال وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون أنا تتبعت آيات القرآن كاملة دائما القرآن يوجهك باتجاه الكون لتصل إلى الإيمان وليس العكس يعني القرآن نفسه عندما قال سنريهم آياتنا في الآفاق إذن يجب عليك أن تنظر آيات في الكون حتى يتبين لهم أنه أي القرآن هو الحق يعني الكون دليلك إلى القرآن لذلك يخطئ بعض الناس عندما يقول أنا أريد أن أستنبط نظرية علمية معلم أن فيه حقائق القرآن لا يحوي نظريات يخطئون عندما يتوجهون هذا التوجه لأن الله خلق لك الكون هو كتاب الله المنظور وأنزل سبحانه وتعالى القرآن الذي هو كتاب الله المصطور